موسيقى 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 أهلا أحباء مشاهدينا في كل مكان بمناسبة عيد احتفال عيد الحب العالمي بحب أقدم لكم أحر التهاني وأجمل الأماني كل عيد حب وإنتم سالمين ولكن في هذه الحلقة رح أتكلم عن أعظم محبة محبة الله وموضوع الحلقة انظروا أية محبة هل فيك تكمل الآية؟ على فكرة هاي آية من الكتاب المقدس انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله من أجل هذا لا يعرفنا العالم لأنه لا يعرفه رح أتكلم عن هذه المحبة ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر أهلا أحبائنا مشاهدينا هذا اليوم يوم خاص العالم بيحتفل في عيد الحب وله أسماء كثيرة البعض بيسمي عيد العشاق عيد الحب أو عيد الفالنتين فبحب أقدم لكم في هذه الحلقة كل محبة وكل أمانة وكل فرح وكل سعادة تغمر كل شخص بشاهد هذه الحلقة طبعا خليني بالأول أعطيك خلفية سريعة جدا أنه هذا عيد الحب هو طبعا تسمى بعدين عيد الحب أو عيد الفالنتين كلمة فالنتين بتعني الشخص القوي أو القادر أو الجبار هذا العيد هو عيد مسيحي وطبعا يعتبر تكريم للقديس فالنتين الشهيد اللي قتل على يد الرمان في القرن الثالث وبعد هاي الفترة طبعا فيه صار مسميات كثيرة لكن باختصار أصبح هذا العيد المسيحي عيد عالمي ولكن بالأساس هو كان عيد استشهاد هذه الشخصية العظيمة فالنتين ومنها صار اسم عيد الحب أو عيد القديس فالنتين اللي كان في روما يقال طبعا تاريخيا أنه كان يصنع المعجزات رد البصر لابنة السجان في سجن في روما وكان طبعا يعني يعتبر كسر للقوانين الرومانية لكثرة الجنود الروماني اللي اعتنقوا المسيحية فكان يعمدهم وكان يزوجهم أيضا مما أدى طبعا إلى مذبحة وإلى استشهاد هذا القديس فإذا طالما أنه لنا العالم بيحتفل في عيد الفالنتين بغض النظر افهمنا تاريخيته أو الأساس في هذا الموضوع هذا الموضوع بيتمشى يعني مع ما قالوا في رسالة يحنى ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل الإخوة وطبعا كلام المسيح في إنجيل يحنى ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحباه فإذا ظهرت هذه المحبة في شخصية هذا القديس فالنتين وصاروا بيحتفلوا في عيد الحب وطبعا لا أنكر أنه ما وراء هذا الحدث تقاليد تاريخية كثيرة بدون الخوض في هذا الموضوع طالما أنه نتكلم عن محبة عن المحبة فأي محبة أعظم مما أعلنت في الكتاب المقدس محبة الرب في الكتاب المقدس اللي بميز المسيحية عن سائر الأديان بتتميز المسيحية عن سائر الأديان طبعا بأمور كثيرة ولكن في شيء مهم جدا ألا وهو المحبة ولا أقصد أي محبة إحنا بنتكلم عن محبة إلهية تقدم ولا تحجم محبة إلهية مصدرها مصدر إلهي بغض النظر يعني إذا منستاهل أو منستحق أو لا نستحر فإذن ما هذا الذي يميز هذه المحبة أولا أحبائي المحبة في الكتاب المقدس هي طبيعة الله لما أراد الله يعني بعد من أوصاف طبيعة الله أنه الله نور الله روح ولكن طبيعة الله مكتوب أيضا الله محبة الله محبة وعلى فكر هذه التعبير لا تجد في أي كتاب آخر تحت الشمس إلا في الكتاب المقدس لأنه الله محبة يعتبر أعظم إعلان كما هو مكتوب لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية لأن الله لم يرسل لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم هذه المحبة تعتبر أعظم إعلان محبة الله التي تعبر عن طبيعة الله طبيعة المحبة لا يوجد عقل يستطيع أن يصف أبعاد هذه المحبة سواء من عمقها أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها أو بعدها لو حاولنا أن نحط المحبة بكل اللغات وبكل الأوصاف البشرية لا نستطيع أن نصف هذه المحبة الخالدة هذه المحبة المقدسة هذه المحبة الإلهية التي أعلنت لنا في كلمة الله في الكتاب المقدس والتي أعلنت لنا من خلال شخص الإبن ربنا يسوع المسيح فالمحبة هي طبيعة الله فمنذ وجود الله طبيعة المحبة فالمحبة لا تتغير لأنه هذه طبيعة الله الله محبة شيء آخر لازم ندرك طالما أنه الله محبة وأنه المحبة هي طبيعة الله هذا بيقودنا لشيء تاني أنه هذه المحبة مكتوب عنها أنه الله أحبنا قبل تأسيس العالم طبعا ممكن أفهم كل الأمور اللي بنتعلمها حتى سقوط الإنسان والحاجة إلى الخلاص ولكن أن أدرك أنه الله كان بحبني وبدبر الفداء قبل خلق السماوات والأرض وكل الخلائق هذه المحبة اللي أعلنت قبل تأسيس العالم أحبنا الله قبل تأسيس العالم وهذه المحبة مكتوبة عنها أحبائي هي محبة أبدية هذه المحبة كما يقول النبي إرمياء ومحبة أبدية أحببتكي من أجل ذلك أدمت لك الرحمة هذه المحبة لا متناهية غير متغيرة هذه المحبة لا محدودة لا بالزمن أو خارج نطاق الزمن فالمحبة منذ وجود الله طبيعة الله هي المحبة الله أحبنا قبل تأسيس العالم في رسالة بولوس الرسول بيتكلم في الإصحاح 3 والآية 19 مكتوبة تعرف محبة المسيح الفائقة المعرفة لكي تمتلئ إلى كل من الله السؤال كيف نمتلئ إلى كل من الله في موضع آخر يقول لكي نصل إلى قامة من المسيح ولكن هم يتكلم عن المحبة الفائقة المعرفة كيف نعبر عنها كيف نفهمها كيف ندركها كيف نوصفها بأي لغة بأي اختبار بأي كلام إنها طبيعة الله كيف نصف طبيعة الله فالإنسان شوي تطراب ولكن مخلوق على صورة الله نفهم هذه المحبة من خلال إعلان الله في كلمته في الكتاب المقدس وطبعا قمة هذه الأوصاف كامل الأوصاف كامل الكمال والجمال والمثال في المحبة هو شخص ربنا يسوع المسيح مكتوبة تعرف محبة المسيح الفائقة المعرفة شيء لا يعبر عنها شيء فوق الخيال فوق كل وصف كل تقدير لكي تمتلئوا إلى كل من الله مكتوب أيضا أحباء في رسالة يحنى نحن نحبه لأنه هو رب أحبنا أولا وقبلا أيضا قبل تأسيس العالم وأحبنا أولا رسالة يحنى الأولى صح 4 والآية 19 السؤال كيف الله أحبنا خلينا أحكي على نقطتين في غاية الأهمية وعاوزك تركز معي في هذا الموضوع أولا أحب الله أحبنا أو خلينا أقول من محبة الله ومن هذه المحبة الله خلقنا الله خلقنا بسبب طبيعة المحبة بسبب محبة الفائقة المعرفة المحبة الأبدية الأزلية الغير متغيرة اللامحدودة هذه المحبة العجيبة العظيمة التي نحتاج كل الأبدية لكي ندركها ولكي نفهمها أحبنا خلقنا لاحظ لأنه الله أحبنا قبل تأسيس العالم ولأنه طبيعة المحبة الله خلقنا على صورته كشبهه ومثاله صورة حية تعبر عن من هو الله فالله خلق العالم كله في ستة أيام السماوات والأرض وكل الخلائق في ستة أيام ولكن أحبائي في اليوم السادس عندما خلق الإنسان الله ميزه متميز فريد عجيب الإنسان تركيبته عجيبة هاي الصفة لم نجدها في الملائكة لأنه الإنسان مش الملائكة مخلوقة على صورة الله بركز أنه مش الملائكة لأنه بعض الأشخاص حاولوا يعملوا الموضوع هرتقة أو بدعة كأنه الله خلقنا بقدرة الملائكة كأنه نحن على صورة الملائكة لا الملائكة خادمة أرواح خادمة ملهاج جسد ولكن الإنسان مخلوق على صورة الله كشبهه الصورة الكاملة الصورة الأدبية الصورة الأخلاقية الصورة العقلية والروحية كشبهه في الخلود في القدرة القدرة على التفكير والمنطق والحكمة والسلطة كما يقول تسلطه على عمل يديك التسلط على كل الخلائق فالإنسان يسمع يبصر يتكلم القدرة على التعلم من بداية الخليقة لم نرى أي حيوان يتطور أو يتكلم أو يعني أو يخترع أو يبتكر أو بعبر عن لغة فالإنسان أحبائي شخصية عظيمة جداً استطاع أن يصل القمر وأن يزداد في القدرة والعلم والحكمة كل يوم يعني فهذا اندل على شيء بدل على صورة الله الحية الصورة الأدبية الروحية الأخلاقية المنطقية يعني نشبه الله في هذا الموضوع عدا أنه الله هو أزلي طبعاً مخلوق على صورة الله أي متميز فريد لأن يعني إحنا مخلوقين لنا نفس وجسد مادة وروح غير مادة الروح تتواصل مع روح الله ولأنه مخلوقين على صورة الله الله أعطانا حرية التفكير حرية الإرادة فالإنسان مخلوق عاقل عنده الذكاء ويتطور عنده قوة الاختراع والإبداع والابتكار يستطيع أن يكتب يستطيع أن يتكلم لغات ويفكر ويطور فإذن هذا نحن مخلوقون على صورة الله مخلوقون لاحظ الكلام ذكر وأنثى على صورته كشبهه فإذن لما الله جمع الإنسان الأول كان فيه نظام إلهي الله خلقه هندس إلهية الرب زبطها الرب حبكها ليس جيد أن يكون آدم وحده صنع له معين نظيره أي من من أخذ ضلع من آدم وركبها عمل تركيبة حواء ويكون الاثنان جسد واحد فأي طريقة أخرى سواء من زواج أكثر من إمرأة أو شزوز أو أي شيء آخر يعتبر ضد الله هذا هو نظام الله ولكن إنسان هو إنسان مخلوق في الفساد والشر ابتدأ يبتكر ويبتدع ديانات تريحه وتسلط الضوء على أمور اللي هي تعاند الفكر الفكر الإله وهذا من أخذ له طبعا موضوع آخر فإذن الإنسان متميز جدا فمن محبة الله خلقنا على صورته كشبه الوحيد بين كل الخلائق هو الإنسان اللي خلقوا على صورته كشبهه طبعا عشان ما نغلط الصورة الأدبية الروحية هذا هو المقصود الله خلقنا على صورته لأنه الإنسان يستطيع أيضا أن يستمتع بالعلاقة مع الله يستطيع أن يتواصل مع الله من خلال الشاركة مع الله وهذا ما حدث مع آدم في الجنة في جنة عدن مع أنه الله روح ولكنه كان يتمشى في جنة عدن كان يكلمنا من البدء كما قال الرب يسوع في إنجيل يحنى فهو محبة ومن خلال المحبة فعلا الله يريد أن يكون في علاقة لذة مع بني آدم لذاتي مع بني آدم في شركة في علاقة حميمية مع الله خلقنا أحبائي لنعكس صورته نعكس مجده نعكس قداسته نعكس مثاله نعكس محبته في كل الأمور الحياة بالحقيقة أنه الله خلقنا على صورته أي لنا طبيعة ثالوثية مثل الله لكن الفرق مثل ما حكيت الله أزلي فإذن الحرية والاختيار من بداية الخلق الله وضع شجرة في وسط الجنة تسمى شجرة معرفة الخير والشر والرب طلب من آدم أن يأكل من كل شجر الجنة مع هذا الشجرة اللي منع آدم أن يوكل فأعطاه الحرية وعطاه الاختيار لأنه الإنسان مش روبوت مش مجرد مسير وإلا هذا يعكس فكرة أدبية مغلوطة عن الله عن الله نفسه الله ذاته فالله خيره وعطاه الحرية رغم أنه كان بيتمتع في كل الخلائق اللي الله خلقها لآدم ويتسلط عليها ويسميها وكان في قمة وفي غاية السعادة والبراءة ولكن طلب منه أن لا يأكل من هذه الشجرة بحال أن يأكل من هذه الشجرة شجرة الخير معرفة الخير والشر يقول كتاب موتا تموتا ولكن آدم اختار أن يأكل من هذه الشجرة فعصا وسقط آدم وسقطت ذرية مع آدم واجتاز وهكذا اجتاز الموت إلى الجميع إذ الجميع أخطأ في رئيس الخليقة العطيقة القديمة اللي هو آدم فكلنا سقطنا مع آدم ولهذا أحباء تشوهت الصورة الأدبية بسبب خطية آدم ولكن بالفداء من خلال يسوع المسيح استردت هذه الصورة إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة الأشياء العطيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا ثم مكتوب في رسالة أفسوس الإصحاح الرابع من آية 23 وآية 24 مكتوب وتتجدد بروح ذهنكم وتلبس الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق فإذن من محبة الله الله خلقنا على صورته في الخطية تشوهت هذه الصورة ولكن بموت المسيح على الصليب استردت هذه الصورة بحسب البر وقداسة مخلوقين بحسب البر وقداسة الحق الله محبة مش بس الله محبنا محبة خلقنا وميزنا الله محبة إذ افتدانا أحبنا قبل اختارنا وأحبنا قبل تأسيس العالم قبل تأسيس العالم فإذن بغض النظر أنه عندنا الحرية المنطق المعرفة خلقنا في القداسة في السلطان في المعرفة في المحبة في الخلود لأنه بحال ما يولد الإنسان أنت مخلوق أبدي والسؤال أين تقضيها إما في جهنم النار في الهلاك الأبدي أو الحياء الأبدية مع يسوع المسيح هذا طبعا اختيارك ولكن الشيء الجميل أنه الكتاب المقدس يسير بتناغم وانسجام تام كامل بيظهر لنا المحبة لأن الله خلقنا وميزنا وهذا أمر فعلا لما نطلع السامة رح نعرف ونسأل الرب ما هذه المحبة يعني مهما وصفنا يقول كتاب المحبة قوية حتى مهما وصفناها كيف نستطيع النص لندرك هذه المحبة ولكن قمة هذه المحبة مش بس إنه خلقنا الله افتدانا وهذا طبعا شيء مذهل مدهش أنا ليه الله يحبني طيب ما يعني مثل ما بقوله بمصر ميت داهية والأمر لا يتطلب عيد الحب في 14 شباط اللي هو فبراير محبة محبة الله هي محبة يومية محبة متكاملة محبة بكل معنى الكلمة باخبرها في حياتي عندها أستطيع أن أحب الله نحن نحبه في محبة متبادلة لأنه هو أحبنا أولا ولكن هاي المحبة أحبائي فعلا ظهرت في الفداء الله افتدانا شوفوا مكتوب لأنه هكذا أحب الله العالم يحنى 3 16 في رسالة يحنى الأولى إصحاح الثالث والآية الأولى مكتوب انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله من أجل هذا لا يعرفنا العالم لأنه لا يعرفه تعرف للأسف اليوم الناس بتفكر المحبة ضعف مع أنه المحبة هي قوة خارقة لا تتقهقر إنها المحبة الإلهية أجابي أو أجابيو هي محبة منتصرة فإذن من محبة الله الله افتدانا الفداء هو دفع الثمن هو الشراء بدفع الثمن وبحسب غلاطية إصحاح أربعة والآية أربعة مكتوب ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه الكيفية أرسل الله ابنه أي بالتجسد أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت النموس ليفتد الذين تحت النموس لننال التبني وبما بما أنكم أبناء صار في علاقة حميمية نصرخ يا أب الآب صارت استردت العلاقة روح الله ساكن فينا إذن لست بعد عبدا بل ابنا لا أعود أسميكم عبيدا بل أحباء لأن العبد لا يعلم ما لسيده فنحن أحباء أصدقاء إخوة للرب أبناء بالتبني وهي هي العقيدة الرئيسية الرسمية الأساسية في المسيحية والشيطان يهاجم هذه العقيدة إذ نحن خطاء وبعدين الرب افتدانا وتبنانا أصبحنا بنات وأبناء للرب مكتوب وأما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يسير أولاد الله أي المؤمنون باسمه الذين ولدوا من الله فإذن هذا عمل عظيم خارق جدا من محبة لنا الله تجسد والكلمة صار جسدا وحل بيننا أخذ طبيعتنا عظيم هو سر التق والله ظهر في الجسد طبعا أخذ طبيعتنا بلا خطية وبارك طبيعتنا فيه أخذ طبيعتنا لكي يتعاطف مع الجنس البشري أخذ جسم بشريتنا بلا خطية لقد نابى عنا في إطاعة النموس الكامل النموس حكم علينا أننا خطاء فالنموس أحبائي مكتوب من حفز النموس كله وعثره في واحدة فقد صار مجرما في الكل نحن في المسيحية لا توجد شيء يسمى الحسنات يذهبنا السيئات لا ففي المسيحية أي غلطة صغيرة ضد قداسة الله ضد مجد الله ضد طبيعة الله ضد كمال الله ضد صفات الله فهي خطية ضد الإله الغير محدود عقابها يكون عقاب غير محدود طب هاي الإشكالية اتحلت في مجيء المسيح في التجسد الإلهي الكلمة صار جسدا وحل بيننا أخذ طبيعتنا أطاع النموس نابع عننا ومش بس أطاع النموس وناب عننا لكن أيضا لأنه هو الإنسان الكامل استطاع إرضاء الآب أن يوفي العدالة والمطالب الإلهية بالكامل النموس حكم علينا لأن نصرنا مجرمين ما فيش أي إنسان ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد ولكن من ناحية تاني النموس بيظهر خطيتنا بيظهر بشاعتها بيظهر عقابها ولكن من ناحية تاني بيوجهنا ليسوع الكامل اللي أطاع النموس الكامل لم يفعل خطية لم توجد فيه خطية لم يعرف خطية ولأنه نابعنا في إطاعة النموس استطاع أن يقدم الخلاص الكامل كحمل الله إذ رفع خطية العالم استطاع أن يرضي الله بل من محبته لنا مش بس تجسد وعمل نفس سوبرمان يعمل معجزات لا لا جاء لكي يموت على الصليب لكي يقدم الفداء والخلاص الكامل من محبة لنا مات عنا على الصليب يعني صار ذبيحة حب لأجلنا شوف مكتوب في رسالة أفسوس إصحاح خمسة الآية اتنين واسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا وأسلم نفسه لأجلنا لاحظ الكلام قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة الذي أحبنا وقد غسلنا من خطيانا بدمه تعرفوا سر الزواج عهد الزواج واحد من الأشياء مكتوب أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة إيش وأسلم نفسه لأجلها مش مجرد أي حب ده أسلك سؤال هل يوجد أي شخص في هذا الكون أي نبي أي نبي بتتبعه بغض النظر كل الدينات اللي بتشاهدنا هل في نبي قال لك أنا أحبك المسيح قالها أحبنا ومش بس أحبنا كلام أحبنا فعلا قدم نفسه ذبيحة عنك وعني حتى إيش يقدم الخلاص الكامل ذبيحة الحب أحبائي لأنه هكذا أحب الله العالم أحب خاصته أحبهم حتى المنتهى ومن محبته سمانة أيضا أحباء ألاحظ هاي المحبة يعني مش مشروطة بغض النظر ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاء مات المسيح لأجلنا ولأنه افتدانا مكتوب لأنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب لا عز الكلام ولا دنس دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم فإذن محبة قبل الخلق والفداء قبل تأسيس العالم نحتاج الأبدية أن ندركها وأن نعرفها ولكن ما علينا إلا الشكر والعرفان والامتنان والجميل لهذه المحبة العظيمة محبة الآب يعتبر أعظم إعلان في الكتاب المقدس أحبائي ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل موسيقى 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 أهلا أحبائنا مشاهدينا موضوعنا في هذه الحلقة انظروا أية محبة قبل ما واصل حديثي عنا مكالمة من الأخت مريم أهلا وسهلا أخت مريم انت معانا على الهوى أهلا وسهلا حضرة الأسيس أهلا وسهلا فيك أخت مريم أهلين أهلا بحضرتك كل سنة وحضرتك طيب وكل اللي صف بخير وناس بتعيد الحب يسوع هو الحب آمين أخت مريم طبعا يعني انت عابرة إلى المسيح ايه اللي بميز المسيح أنا تكلمت عن المحبة ايه هاي المحبة اللي بنتكلم عنها بمجرد انك غير مسحي كنت قبلا غير مسحي اختبرت هذه المحبة ممكن تخبرينها أيوة أكيد لأني أنا بصراحة أنا اللي خلاني شكت في الإسلام عدم محبة إله الإسلام ليا لأنه بكل بساطة أنا محلوقة منه فلما هو يقول لي مثلا في صورة النحو لو سألنا لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألوني عما كنتم تعلمون معنى كده إيه؟ معنى كده إن ربنا هو اللي كتب علي أكون إنسانة شريرة لأني بغلط مش زيه أنا مش مقدسة فهو قدر لي إن أنا أكون واختأ ومش بس كده هو المتسبب في الخطيئة لأنه هو اللي بيقول لو شاء نجعلنا كلنا ما منخطأش ولكن أضلني افرد إن أنا إنسانة شريرة فهو اللي سبب الضلال وبعد ما هو سبب الضلال لأ ده كمان هو القاضي لأنه حيسألني عما كنت أعمل ومش بس كده حينفذ الحكم فيه لأن في آية تانية بتقول لك سنفرغ لكم أيها سقلان يعني هنفرغ لكم أيها سنفرغ لكم أيها الإنس والجن وحنحاكمكم بلوك تعملوه وآيات طبعا الدينونة في القرآن كتير جدا فمعنى كده إن أنا أتبع إله السادي هو اللي خلق فيه الخطيئة وهو اللي هيحاكمني بناء على هذه الخطيئة فطبعا حسيت ده بظل إن أنا ليه أنا يبقى مقدر علي أن أنا أكون خطيئة وكمان أحاكم في حاجة أنا مش مش أنا اللي طلبتها لنفسي أنا لو أنا كان حد سألني من الأول كنت حقول أنا عايزة أكون في الجنة ليه أنا أروح فطبعا تأمل كان سؤال لي لحد مما ربنا فتح عناي عن الحق وعن محبتني وشفت المسيح عمل معايا إيه يعني أنا لو حبيت أشرح أنا المسيح إزاي فتقدني اكتشفت إن محبة المسيح بالنسبالي إنه هو حبني بطريقة غير مشروطة يعني أخذني بعبلي كده زي ما بيقول في مصر أخذني هو قابلني بأخذتي وعرف إن أنا سقطت في الخطيئة من وقت خطيئة آدم وغير طبيعتي يعني صبر علي لحد ما هيخليني إلى تلك الصورة عينها ففي آية في حسقيال بحبها جدا اللي هي بتقول فمررت بك ورأيتك مدوسة بدمك فقلت لك بدمك عيشي يعني إيه يعني نفس البشرية المشوهة بسبب الخطيئة كأنها كانت متداسة بدمها وقع على قراءة الطريق محدش لفت انتباهه ولا حد قرر إنه هو ينقذها من منظرها الآية دي عجبتني جدا إن ربنا هو اللي افتقدني شافني مداسة بدمي بدم الخطيئة وقال لي بدمك عيشي هيعيش إزاي لم يشفق على نفسه بل بذل نفسه من قبل أنا لإن أنا كإنسان ما قدرش أطلع نفسي من الخطيئة ما قدرش أبرر نفسي لإن أنا ضعيفة قدام الخطيئة فهو اداني تبريره لو جينا بصينا للآية العظيمة بقى اللي في كورانسس 13 اللي بتتكلم عن المحبة لو أرنع لي المحبة تتأنى وترفق المحبة لا تطلب مال لنفسها لا تتفاخر لا تفرح بالإسم بل تفرح بالحق وتحتمل كل شيء أكتش لي ربنا قبل ما يقول لنا إحنا نعمل كده هو عمله علينا إزاي هو تأنى علي هو ترفق علي ما استعلاش علي لإنه هو بار وأنا فاطية لم يطلب مال نفسه بل بذل نفسه من قبل أنا الإنسان الخاطئ لم يفرح بإسمي في كل شيء صبر علي محبته لم تسقط أبدا ليا وبحب الآية اللي في صفر نشيد الأنشاد اللي بتقول المحبة قوية كالموت ده معناه إيه معناه إن ما فيش حاجة تقدر تهزم الموت ده حقيقة ده فاجت إن الموت لا يهزمه أي شيء وكذلك محبة الله ما هزمهاش حطيتي ما هزمهاش غبائي لما لما اتأخرت في التغيير بساعات كتير ربنا بيتكلمنا بحاجات ممكن ما نفهمهاش من أول مرة ممكن نستنى شوية ممكن نعوج المستقيم أو نتأخر في الرسبونس لكنه مع ذلك محبة لنا لم يهزمها تأخرنا في التعليم أو أو نحنا تعوجنا من المستقيم أو أي شيء هو بيفضل يتأنى علينا يفضل يصبر علينا عندنا ضمان وحيد محبته محبته يددنا كل شيء يددنا حياة أبدية إنه هو قال كده أن من يثبت في المحبة فلا هو الحياة الأبدية آمين شكرا كتير أخت مريم على هذه المداخلة وطبعا الشخص اللي بيختبر المحبة يستطيع أن يتكلم عن المحبة لأنه فاقد الشيء لا يعطيه فعلا المحبة إحنا بنختبرها بمعجزة معجزة إلهية كيف يتحول إنسان من الكراهية إلى المحبة أو كيف نستطيع أن نطبق تعليم المسيح عندما قال أحب أعداءكم باركوا لعنيكم أحسنوا إلى مبغذيكم وصلوا لأجل الذين يسئون إليكم اتخيل لو العالم فعلا فعلا العالم العالم كله بغض النظر يسمى عالم المسيح الغرب والعالم الشرق اتخيل لو بيطبق تعليم المسيح لأصبحنا جنة على الأرض ولكن الشيطان يعمل يريد أن يهدم يريد أن يعطل طبعا عمل الله في أولاد الله في هذه الأيام في رسالة يهودا في صلاة مكتوب وأما أنتم أيها الأحباء فابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس مصلين في الروح القدس واحفظوا أنفسكم لاحظوا الكلام واحفظوا أنفسكم في محبة الله منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة الأبدية فإذن محبة الله تحفظ عندما نعلن هذه المحبة أننا ملك الفادي ملك المسيح الذي أحبنا تعرفوا المحبة يعني مع أنه العالم اليوم صورة أنه أقول هذا الإشي أنه شوهت فكر المحبة اليوم في عيد الحب على طول بروح الفكر الجنسي وعلى فكرة أقولها مرة أخرى أنه 80% من الشعب العربي يقال عننا نحن شعب متدين وللأسف 80% من الشعب العربي بفوت على المواقع الإباحية ليه تسمى محبة محبة من نوع ثاني محبة العشق والشهوة والزنا صورنا نسمى المحبة الحقيقية الإلهية تحت مسميات أخرى من عايد على بعض في الورود والشوكولات وهذا كلهم مش يعني ولكن إذا أدركنا عيد القديس فالنتين اللي هو استشهد أصلاً بسبب إخلاصه وأمانته ومحبته فإذا تحركنا من هذا المنطلق إنه نحب الناس كلها بغض النظر ما يكونش عنا عنصرية ما يكونش عنا التمييز نحب الجميع شوف الله أحبنا بغض النظر الله أحبنا ونحن بعد خطاء يعني أعداء صلحنا مع المسيح وكمان بالخطي وعايشين الخطي ومنستمر في الخطي ومع كل هذا الله بحبنا محبته ما بتتغير لأنه طبيعة المحبة كيف بدأت تتغير طبيعة المحبة فإذن الرب أظهر أسمى أنواع المحبة من خلال التجسد إذ أخذ طبيعتنا مثل ما ذكرت ما عدم الخطيئة محبة الرب ظهرت من خلال التضحية بذاته بموته على الصليب فالصليب ليس ضعف كما يظن البعض عندما تنظر إلى يسوع المسيح المصلوب أنت تنظر إلى أجمل إلى أسمى إلى أنقى إلى أرقى إلى أعلى مستوى محبة وهو على الصليب عم بيغفر الخطايا وهو على الصليب يقول من أجلك من أجلك من أجلك أنت فالصليب ليس ضعف والمحبة ليس ضعف المحبة قوية المحبة منتصرة المحبة تغير المحبة تخلق المحبة عظيمة إنها محبة أسمى أنواع المحبة ظهرت ونحن ننظر إلى شخص المسيح وهو معلق على الصليب أو كما قال ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبه على فكرة كمان شيء مهم المحبة في الكتاب المقدس هي مصاحبة لكل الصفات الإلهية محبة الله بتشوفها من خلال النعمة بتشوفها من خلال الرحمة بتشوفها من خلال الخير من خلال الصلاح فتسير مع كل الصفات الإلهية بتوازن وتناغم لأنه طبيعة الله هي المحبة هذه المحبة من أجلك أيضا معنا مكالمة خليني أخد مكالمة من الأخت الأخت نهال أهلا وسهلا أنت معنا على الهوى السلام ونعمة يا حضرة الأسيس نزار برحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك وكل المشاهدين الغاليين على قلب الرب طيبين بالفالنتين الإلهي وحضرتك قلت حاجات جميلة جدا وفرحت جدا بكلمات الأخت مريم الرب يباركها ومبروك عليها الخلاص بس عايزة أضيف كم حاجة تغيرها في نقطة بسيطة وسريعة أول نقطة أنه أعظم حب في الوجود هو حب الله للبشرية كلها وأنا وأنا بقول البشرية كلها يعني الله ما عنده تفرقة بين إنسان وإنسان حسب دينه مش بيحب المسيحي بس ولا المسلم بس ولا اليهودي بس ولا البوزي لأ بيحبنا كلنا سواسية ومش كده وبس ده حبه لي أنا كامرأة اجزاكتلي زا سيم بدفس القدر قد حبه للرجل سوى ما فيش في المسيحية عندنا أن الرجال قومونا على النساء لأن الاتنين واحد في نظر الله تاني نقطة إخواتنا المسلمين عندهم تسعة وتسعين اسم لله ما فيهم شي الاسم ده أن الله محبة لكن إحنا في المسيحية بنقول أن الله محبة والمحبة بتشمل كل الصفات تالت نقطة كتير بنسمع في الأفلام والمصريحيات جملة بحبك موت زي ما الخطيب بيقول خطبته أو الزوج لزوجته لكن عمرنا ما شفنا حد نفذ هذه الجملة أن يكون حبه لدرجة الموت الوحيد اللي قالها وعملها هو الرب يسوع المسيح فقط لكل المجد لما أحبنا بزن نفسه لأجلنا ووضع حياته حتى الموت ويا بخت بقى اللي هيصدق هذه الحقيقة لأنه هو ده الضمان للحياة الأبدية أني أصدق أنه أحبني ومات من أجلي على الصليف ودفع ثمن خطيايا بنفسه رابع نقطة وآخر نقطة أوعد صدق يا أخويا المشاهد أنك لازم تنظف نفسك علشان تيجيله وتقبل حبه المقدم لك لأ تعالي له وهو هينظفك وهيصنع منك إنسانا جديدا وآخر حاجة أختم بها كلامي هو تعليق على الجملة اللي حضرتك قلتها يا حضرت الأسيس أنه الله صنع لكل آدم حواء وحدة يعني تعدد الزوجات ليس من نظام الله ولا مبادئه ولا ينفع حتى زواج المثليين ذكر بذكر وأنثة بأنثة ده مش من تعليم المسيحية يا جماعة واللي بيفعل كده ده مسيحي بالإسم في البطاقة الشخصية فقط ونصيحة مني بقى لإخواتنا المسلمين اللي بنحبهم من كل قلبنا يا أخويا المسلم لو عايز تعرف حاجة عن المسيحية من فضلك من فضلك أبوس إيديك ورجليك روح ابحث في الكتاب المقدس وروح للمسيحيين واسألهم وقوعة والرب يبرك ربنا يباركك أخت نهال شكرا جزيلا حقيقة إنه لو حبينا نحكي عن موضوع المحبة منحتاج ساعات طويلة مثل ما ذكرت المحبة بغض النظر حتى في العلاقات هي أسمى وأنقى وأرقى العلاقات البشرية الله محبة هاي طبيعته فنحن نكتسب من طبيعة الله حتى نحب الآخرين تعرفوا في الكتاب المقدس الرب يسوع علم عن المحبة بإصحاحات كل صفحة في الإنجيل تتكلم عن المحبة الرب يسوع من المقارن قال إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم أليس العشرون في موقع آخر أليس الخطات يفعلون هكذا إذا قلنا الاختيار هو العالم بكل شيء طبعا وموضوع الاختيار هذا موضوع كبير ولكن في نفس الوقت علي أن أسلم حياتي وأقبل المسيح مخلص ما فيش عندنا إش اسم الله مزاجي الله يحب الله مثلا لا يحب الظالمين أو المعاندين ولا المفسدين أو المصرفين أو المستكبرين أو الخائنين إلى آخر أو الظالمين أو الكفار لا 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 الله يحب الجميع لأنه هكذا أحب الله العالم ولكن الله بيّن محبته لنا ولأنه لاحظ الكلام ونحن بعد خطاء عم نمارس الخطيئة ضد الله لم تفقد هذه المحاقة الله بيحبها الله بيحب الخاطئ طبعا بيكره الخطيئة لأن الخطيئة تؤدي بينها إلى الجحيم فمعناش أنه يعني فيه شيء شروط الله بيحب أو لا يحب معناش هذا الشيء الله يحب لا يحب الكافر أو الظالم أو المفسد إلى آخره بالعكس الله يحب الجميع بتساوي الله يريد أن يهد الجميع الله يريد أن الجميع مثل ما سمعنا مش أنه الله لا يهد القوم الظالمين أو الكافرين أو الفاسقين ما هو أنا كافر وأنا فاسق أو أنا خاطئ محتاج لخلاص هل لأنه أنا ارتكبت هذه الخطيئة تسكر باب الخلاص فإذن أي نوع إله إحنا بنتكلم عنه هل هو طبعه بيتغير ولا مزاجه بيتغير طبيعة الله المحبة المحبة من أوصاف هذه المحبة أنها لا تستسلم يقول أثبت في محبة فيها ثبات حب كامل حب فادي حب أزلي محبة محبة لا متناهية محبة تشمل إلى الأبد يعني ما بتغير المحبة مرتبطة طبعا بالحق والرحم والعدالة فإذا المحبة يعني بتتعامل مع كل الصفات الإلهية المحبة تقودنا إلى القداسة المحبة تقودنا حتى إلى محبة الأعداء بس مش مجرد القريب يعني في مثلين على المحبة بسرعة المرأة الخاطئة التي جاءت إلى يسوع وبكت وابتدأت تمسح رجليه الفريسي يقول لو كان هذا نبيا لعالمة من هذه المرأة إنها خاطئة بس المسيح أظهر أنه يقدر أن يعرف الغيب ويتنبأ فأجاب وقال غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرة المحبة بتغفر والمحبة بتستر كثرة من الخطايا المثل الثاني الرب يسوع يتكلم عن السامري الصالح إنسان كان نازل من أورشاليم إلى أريحة طبعا وقع بين اللصوص جرحوه عن رو تركوه بين حي وميت يتكلم عن رجال دين عن كاهن ولاوي مروا جازوا ولكن لم يعطوا أي مبالاة وطبعا بغض النظر مين الشخص اللي كان على الطريق لأنه صعب يتميز مين أصلا كان هذا الشخص ما ذكرش الكتاب لأنه كان عريان إحنا منعرف السامري من لبسه أو منعرف اليهود من شكله أو من لبسه أيضا ولكن أحباء هذا الشخص بغض النظر مين الشخصية اللي كانت على الطريق ساعدها بدون ما يسأل إذا كان يهود أو أو سامري محبة عجيبة جدا خليني أخد كمان مكالمة من الأخت الأخت أم أحمد أهلا وسهلا أم أحمد أهلا وسهلا أم أحمد أهلا بيكم أهلا بيكم اتفضلي أحمد معنا دقائصة بسيطة وإنتوا في الحب ماشي معلش أنا دايما فرصتي صغيرة كده معلش أنا أشكر ربنا أن ربنا أداني فرصة أتكلم عنه وأتكلم قد إيه هو أداني حب واداني بعد ما كنت فيه الجفاء أداني حب وشبعني وخلاني أفيد على الآخرين يعني الحب اللي اختبرته مع المسيح مش حب عادي الحب اللي اختبرته مع المسيح خلاني أحاول أشبه فأحب أعدائي زي ما هو قال لأن دي حاجة ما كنتش عارف معناها إيه لما كنت بقرأ أحب أعدائكم في الدين القديم أنا ممكن شعفها إزاي الناس ممكن تحب أعدائها فده بالنسبة لي كان حاجة غريبة لكن لما عشت مع المسيح واختبرت محبة المسيح لي أنا عرفت إزاي أنه هو يقدر يغيرني لدركة أني أقدر أحب الأعداء وأصبر عليهم وأصلي من أجلهم زي ما هو قال فالمحبة مع المسيح لازم تختبر لو أنت دقت هو بيحبك إزاي أنت نفسك هتتغير وتعرف تحب الآخرين زي ما هو حبك هتعيش في حاجة بحقيقة أنا ما بعرفش أوصفها أنا علشان اختبرت التغيير من حاجة لحاجة أنا حاسة بالنعمة والمحبة اللي لدهاني المسيح بشكره طبعا من كل قلبي ربنا يباركك أخت أم أحمد إن شاء الله بتكون معنا في حلقة قادمة بسبب الوقت ولكن بشكرك بشكرك على الكلام كلمات بسيطة حكتها ولكن هي مجلدات طبعا يعني أوصاف المحبة كتير أحبائي المحبة مثل ما ذكرت هي أسمى أنواع العلاقات مكتوب لا خوف في المحبة المحبة الكاملة تطرد الخوف بتعرف أن المحبة بتحررنا من الخوف اللي عنده خوف ما عندهش محبة المحبة بتكسر روح الخوف محبة القريب محبة الله بعلمنا الكتاب اعملوا كل شيء بمحبة البسوا المحبة وهكذا أحبائي يا أولادي لا نحب لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل لا والحق المحبة تسطر كثرة من العيوب المحبة اختبار المحبة لغة كل الناس بتفهم لغة المحبة المحبة منتصرة بتتغلب على الكراهية فإذن ممكن نحكي كتير عن المحبة ولكن أريد أن أختم بقراءة عن المحبة الخالدة اللي بيتكلم عنها الرسول بولوس صحة 13 المحبة تتأنى وترفق المحبة لا تحسد المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب مال نفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق وتحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء المحبة لا تسقط أبدا لا تسقط أبدا قل لي بصراحة أي كتاب تحت التاريخ يستطيع أن يصف هذا النوع من المحبة المحبة أحبائي وأريد أن أكلم طبعا المسيحيين هي علامة التلمزة بهذا يعرف الجميع أنكم تلميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض فإذا تتكلم عن المحبة إحنا لاحظت ما تكلمنا عن محبة عشاق أو المحبة اللي اليوم بتحب بكرة بتطلق لا 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 إحنا بنتكلم عن محبة عجيبة محبة أبدية هذه المحبة ظهرت في التجسد بموت المسيح على الصليب أحبنا ونحن نريد أن نستلم ونقبل هذه المحبة أدرك أننا إنسان خاطئ وأدعو المسيح إلى قلبي وإلى حياتي وتوجه ربا ومخلصا ترحب بائم لما آمنت بالمسيح الرب حررني من الكراهية ومن العداء اختبار صعب توصفه تحب الجميع بدون أي استثناء تحب كل الناس بغض النظر لأن الرب أحب الجميع فالمحبة هي طاهرة المحبة نقية كما يقول أحب بعدكم بعض بقلب طاهر وبشدة وأما المحبة فلتكن بلا رياء ما فيك تظهر محبة ظاهرية خارجية للناس وانت من جو مرائه ممثل قلبك مليان خطية نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة من لا يحب أخاه يبقى في الموت أنا بصلي اليوم أنك تختبر محبة المسيح وعظمة هذه المحبة ليس فقط في الخليقة أن الله خلقنا ولكن الله افتدانا وغمرنا هذه المحبة شو راك تقوله يا رب املأني بمحبتك اليوم وشارك هذه المحبة الإلهية مع الآخرين والرب يباركك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر